نشوف مع بعض بنقول الهيكل العام قبل ما نبدأ نتكلم برضو بالتفاصيل عن الهيكل العام لازم نعرف المايكرو بروسسور ده بيشتغل ازاي بنقول ان المايكرو بروسسور يا جماعة كان بي بروجرامد نقدر نبرمجه علشان يقدي ولغرض تأدية عدد من الوظائف to perform functions on a given data لداتا انت مدهاله ازاي بقولك by writing specific instructions into its memory خطيرة الجملة ده يا جماعة نقرأها سواء تاني can be programmed to perform to add the functions on a given data عن طريقة داتا عن طريقة يا جماعة ايه بقى عبارة عن بيؤدي هذه العمليات عن طريق مجموعة من الأوامر توضع في الزاكرة الخاصة به يعني هو عايز يفهمك من النقطة دي يا جماعة ان ال data بتيجي له بتيجي المين للميكرو بروسسور بيعمل عليها عملية معالجة وبينفذ عليها الأمر والأمر ده زي ممكن يكون ايه add sub and or لكن خلي بالك الأمر ده بيبقى مكتوب موجود عنده فين في الزاكرة اذا الميكرو بروسسور يقرى الأمر اولا ويقارن الأمر اللي جايله دوت بمجموعة من الأوامر اللي مخزانة عنده يعني يقارن بقى الأمر ده add and or بيقوم بمهمات محددة وبعد كده ينفذ الأمر على مين على ال data اللي ايه اللي موجود عنده يبقى نقرأ كلماتون دوت مع بعض لكن الميكرو بروسسور reads one instruction at a time بيقرأ أمر واحد بس في لحظة واحدة matches it بيقارنها with its instruction set بمجموعة الأوامر اللي موجودة عنده عشان يفهم الأمر ده ايه بالزبط هو متبرمج عارف ان ال and هي كذا ال or كذا لما بيقرأ له الأمر بيقارنه بال and وال or وال sub اللي موجودين عنده عشان يفهمه ايه الأمر اللي جاي له ده وبعد كده بينفذ ال data بنفذ الأمر ده على ال data المحددة اللي هي وصلط له طيب والناتج بقولك الناتج ممكن يتخزن مرة تانية في المموري او يعرض على ال output device اذا the result is either restored back into memory or displayed on the output a device طيب الاركتكشور العام وهيكا العام بيقول ان احنا عندنا عدد من الباصز موجودين وفيه فيرجان هناخده مع بعض الواتفام لأحد عائلات الماكرو والسلسل اللي هي 8085 وهناخد عليه مثال للباصز للمسارات الموجودة بيستخدم 3 باصز مختلفين ايه هما الباصز اللي موجودين عنده الادرس باص الداتا باص والكنترول باص الادرس باص من العنوان بتاعه معانا انه يحمل بايه عنوين طيب الداتا باص يحمل ايه يحمل بيانات طيب والكنترول باص يحمل ايه يحمل اشارات تحكم يحمل ايه اشارات تحكم طيب ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الباصز دي المحاضر الجاي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته